بسم الله الرحمن الرحيم المحاضرة الرابعة ووضعناها تحت عنوان أنواع المد الفرعي وهو الذي لخصناه في المحاضرة السالفة نشرحه بالتفصيل في هذه المحاضرة ونبدأ أولا بالمد الذي حكمه الوجوب وهو المد المتصل وسمي متصلا لاجتماع حرف المد والهمزة بكلمة واحدة كما يسمى واجبا لوجوب مده وعدم جواز قصره كما يسمى أحيانا واجبا متصلا فسواء وجدناه في كتب علماء القراءات بالمتصل أو الواجب أو الواجب المتصل فكله سواء وصورته أن يأتي حرف مد وبعده همز ويجتمعان في كلمة واحدة مثاله بالنسبة للألف جاء ومثاله بالواو تبوأ ومثاله باليا سيئة ومقدار مده في هذا النوع من المد أربع حركات أو خمس أما إذا تطرف أي وقع في نهاية الكلمة ووقفنا عليه فإنه يمد ست حركات مثل جاء تبوأ السماء وشاهده من التحفة فواجب إن جاء همز بعد مد في كلمة وذا بمتصل لن يعد والحمد لله رب العالمين